اشتركوا في القناة في الفيلم من عشرة في حال شفته كذلك في هذه المراجعة راح خصص جزئية بالاخير ما راح تكون طويلة ولكن جزئية بالاخير جزئية حرق وتكلم فيها اكثر عن هذا الفيلم فيلم انت مان انت واسب يعتبر استهلال وبداية المرحلة الخامسة من عالم مارفل السينمائي مرحلة تأتي بعد المرحلة الرابعة اللي كان عنوانها الخذلان المطلق كل الشخصيات الثقيلة وكل القصص اللي قدمتها المرحلة الرابعة كانت سيئة بدءا من ثور مرورا بدكتور سترينج ووصولا للعديد من الشخصيات الاخرى اللي اعمالها قدمت باسوأ طريقة ممكنة ما يخف عليكم ان المرحلة الرابعة كانت مرحلة سيئة مرحلة سيئة لانهم ركزوا على حشر الاجندة قد ما يقدرون الامر اللي كان له اثر سلبي على القصة وعلى عالم مارفل السينمائي بشكل عام فمن وجهة نظري ما نجا من المرحلة الرابعة الا مسلسل لوكي مسلسل وان دافجن فيلم سبايدر مان وباقي الاعمال كانت اما عادية او سيئة وشاهد من كلامي واللي خلاني اتكلم عن سوء المرحلة الرابعة هي نقطة مهمة تتعلق بهذا الفيلم فالعودة من مرحلة سيئة وتقديم قصة تعيد ان عاش هذا العالم من جديد امر صعب جدا الحمل كان ثقيل على فيلم كوانتومينيا انه يتخطى هذا الارث السيئ ارث سيئ تراجعت القصة بسببه الى الوراء ففيلم كوانتومينيا مش فيلم عادي فيلم يحاول انه يفتح صفحة جديدة مع عشاق عالم مارفل ويعيد الثقة للاشخاص اللي فقدوا الثقة تجاه هذا العالم وعلى فكرة يا جماعة وهذا الكلام عندناه اكثر من مرة مشاهدة اعمال عالم مارفل السينمائي تتطلب منك انت ازيز المشاهد انك تستثمر وقت يكون عندك دراية بهذا العالم تكون شايف الافلام السابقة صعب جدا اعطيك مجموعة من الاعمال اللي تكون شايفها قبل لا تشوف كوانتومينيا صعب اقول لك 5-6-7 اعمال لابد تكون شايف كل الاعمال ما في قائمة تخلو من وجود انت قيم او انفينيتي وور وانت قيم وانفينيتي وور عشان تشوفهم لابد تشوف كل شي قبلهم تسهيلا اقدر اقول لك شف 5-6 اعمال مثل انت مانة اتمان واسب و بعدين سيفل وور انفينيتي وور انت قيم لوكي وبس بس كيف تستمتعب انت قيم وكيف تستمتع بانفينيتي وور وانت مو شايف الاشياء اللي قبل فالامر صعب اما انك تستثمر عشان تعيش هذا العالم او انك تشوف واحد من الشباب يشترح لك ويلخص لك اللي صاير ولو تعرفون قنوات يتقدم ملخصات ممتازة شاركونا بالتعليقات فيما يخص فيلم كوانتومانيا هذا الفيلم يقدم مغامرة جديدة وانا هنا لما اقول جديدة فهي جديدة بادواتهم فبعد مدة من اخر ظهور لانت مان يعود مجددا لتقديم هذه المغامرة يخوض المغامرة معه هوب جانت هانك وبنتو كيسي الشخصيات مع بعض ولسبب ما قدرت انها تدخل العالم الكمي اللي يتعرفون فيها الخطر القادم الخطر الجديد اللي يشكل تهديد اكبر مما تظن عزيز المشاهد يمكن البعض منكم يعرف مشكلتي بالفترة الماضية مع اعمال عالم مر فلانو الاعمال الافلام اللي انزلت خلال فترة الماضية مو قاعدة تاخذ القصة وتوديها قدام وهذا الشي قلته اكثر من مر الاعمال اللي انزلت خلال السنتين الماضية ما اخذت القصة قدام حتى فيلم سبايدر مان فكل الاعمال المرتقبة سواء ثور دكتور سترينج تيرنلز وغيرها من الاعمال ما كانت تاخذ القصة قدام نهائيا فيلم سبايدر مان فيلم ممتع بس مع ذلك ما خدم القصة ما خدم العالم بشكل عام مرحلة كاملة مرحلة الرابعة ما شعرت انه هذه المرحلة تبتقدم لي شيء بعد فترة ثانوس الا في مسلسل لوكي فاكبر ايجابيات فيلم كوانتومانيا بالنسبة لي انه قدر يفتح صفحة جديدة اخذ القصة من مكان الى مكان اكثر جديا خلق عندي شعور بالفضول تجاه هذا العالم خلاني اتساءل اكثر افكر اكثر واترقب اكثر للاعمال القادمة واخر سنتين ما جاني هذا الشعور زي ما قلت الا في مسلسل لوكي فقط وعلى عكس معظم اعمال عالم مارفل اللي تتركز قصتها حول شخصية شخصية البطل خاص حولها هذا الفيلم يقدم لي تهديد اكبر من كذا بكثير يقدم لي تهديد يتجاوز مجموعة بسيطة من البشر خطر يهدد ما هو اكبر من قارات وكواكب وتعاطي الحبكة حبكة الفيلم مع هذا الخطر كان جيد جدا بكافة المستويات الفيلم اخذ هذا الخطر بحد ذاته ماهيته كيف نشأ وش اهدافه الان نعم اهدافه ماهي بواضحة ولكن على اقل تقدير قدر هذا الفيلم انه ياخذني لعدة تساؤلات ويجاوب على هذه التساؤلات بالاضافة الى الكم الهائل من الادوات الجديدة والمعلومات الجديدة الفيلم كان ممتع يا جماعة انا هنا اقول ممتع وانا اعنيها شخصية انتمان من الشخصيات اللي ما تقدم كوميديا ساذجة ما تقدم كوميديا مبتذرة ما تقدم نقطة تحسسك بالكرينج الفيلم كان فيه جرعة من الكوميديا وجرعة كذلك من الدراما الابوية لكن فيه ثمن دفع الفيلم مقابل تقديم هذه الادوات الجديدة وتقديم هذا العالم الجديد هذا الثمن يتلخص بحاله في حال كنت عزيز المشاهد حبيت شخصية انتمان بسبب انتمان الاول او انتمان ان دواس ما رح تشعر انه هذا الفيلم بنفس هذيك الثيمة هذا الفيلم مختلف الفيلم تنازل عن كم هائل من الهزل مقابل انه يقدم لك ادوات جديدة وياخذ القصة الى الامام بشكل جاد وانا هنا ما اتكلم عن الجدية بشكلها السوداوي ولكن اقصد انه هذا الفيلم يبي يخدم العالم بشكل عام الفيلم جاد بطرحه للقصة ففي عناصر حببتنا بشخصية انتمان سابقا ما رح تلقاها كذلك يعيب على الحبكة تتبعها في بعض الاماكن او في بعض اللحظات الفيلم يحاول يمهد لمرحلة جديدة فيها نوع جديد من الشر وكذلك يقدم بيئة جديدة ما قد شفناها من قبل فكانت المسئولية كبيرة صراحة على شخصيات هذا الفيلم انها تاخذنا بهذه الرحلة المعقدة بتفاصيلها بيئتها بنوع الشر وتقدمها لنا بشكل بسيط شكل يفهم ففكرة صناعة بعد كمي وصناعة قوانين تحكم هذا البعد الكمي فكرة مجنونة لذلك التجربة تجربة مشاهدة هذا الفيلم ما كانت تجربة اعتيادية تجربة جديدة انا شخصيا استمتعت فيها ممكن غير ما يستمتع فيها ولما نتكلم عن افلام الابطال الخارقين اكيد نتكلم عن الشخصيات الشريرة وشخصيات الشر الشر حاضر بهذا الفيلم فالفيلم قدم لي شخصيتين شريرة اساسية شخصية الاولى مودوك شخصية مودوك من الشخصيات اللي توقعت انها تكون رهيبة ولكن قدمت بشكل كرتوني طفولي انا ما نمطلع على الكوميكس ولا ادري اذا كانت الشخصية بالكوميكس بهذه الطريقة ولكن على اي حالة شخصية اللي شفتها قدامي ما كانت شخصية رهيبة كانت شخصية كرتونية اما شخصية ثانية شخصية كانج كانج دي كانكرر او كانج الغازي شخصية كانج دي كانكرر شخصية رهيبة ولكن بالنسبة لي ظهورها في هذا الفيلم ما كان يوازي مدة الانتظار اللي افصلتنا ما بين اول ظهور في لوكي وهنا فيما يخص هذه الجزئية بأجلها شوي لفقرة الحرك بالمجمل بيعت الفيلم بيأة جديدة وغريبة مع ذلك ما شعرت ان هذا الامر سلبي الفيلم قدم لي تسلية وهذا المطلوب من افلام عالم مارفل مع ذلك احيانا اطلب قصة واطلب حبكة واطلب تطور للشخصيات والاحداث وهذه الامور كانت موجودة بشكل متفاوت بهذا الفيلم اداء الممثلين كان ممتاز احنا نتكلم عن كاست فيه ممثلين عندهم اوسكار مثل مايكل دوغلس وغير وصراحة من الممثلين اللي كانوا على قدر جيد من الاداء ما كان بالسوء اللي وصلني من التقييمات تقييمات النقات واللي اعتقد انه هذه التقييمات كانت سيئة بسبب انهم ما لقوا كمية كبيرة من الووك بهذا الفيلم زي ما تعودوا من افلام عالم مارفل او اعمال عالم مارفل مثل شي هولك والخرابيط الثانية فما كان بنفس السوء صراحة سوء التقييمات بنفس الوقت ما كان تحفى ورهيب وقد الانتظار فيلم كان جيد جدا يعني مصافحة جيدة خطوة جادة صراحة انهم ياخذون القصة شوي الى الامام فتقييم العام لفيلم انت مان انت واسب سبعة من عشرة شفت الفيلم او لا يلي تتشاركني تحت بخانة التعليقات اما الان عزيز المشاهد راح اتكلم عن بعض الجزئيات فيما يخص اوكي بدون لا اقول فيما يخص ايش عشان ما يكون حرق فاذا ما شفت الفيلم يلي تتوقف هنا كانق ذي كانكرر او كانق الغازي اكثر شخصية شريرة اثارة اهتمامي في عالم مارفل السينمائي اكثر حتى من ثانوس اي نعم ثانوس قوي سواء بقفاز او بدون قفاز ولكن وش اكثر شي ممكن يسوي ثانوس يمحي نص البشرية كانق يقدر يمحي خط زمني كامل بما حواه فهنا خطورة كانق فكرة كانق فكرة معقدة صراحة حاولت خلال اليومين الماضية اني ابحث واقرأ واوثقف نفسي من ناحية الكوميكس ولكن ما قدرت افهم او على الاقل قدرت افهم شي بسيط ممكن يكون بداية لكم انكم تتوسعون اول اشخاص اللي يفاهمين اكثر يشاركون نتحت بالتعليقات يصحون اخطائي او حتى يشرحون لنا اكثر عن فكرة كانق ولكن اللي فهمته انه كانق كان رجل انسان عاش بزمن متقدم بفترة متقدمة من ناحية العلم والتكنولوجيا كان طفشان لانه العالم كان يسود السلام ما في حروب ما في شخصيات شريرة فقرر انه يسافر الى الماضي بكل هذا الكم الهائل من التكنولوجيا فاختار انه يسافر لحضارة الفرانة وهناك صار اسمه راما توت بعد كذا انتقل لفترة زمنية اخرى بعد فترة زمنية اخرى فترة زمنية اخرى تنقل بين الفترات الزمنية ومن كون الى اخر حتى وصل لمرحلة تدعى مورتس فهذا واحد من الكانكس وهذا الواحد عنده اكثر من شخصية نقدر نتعامل معها على انها شخصيات مختلفة او شخصيات منفردة لانك لما تروح للماضي انت ما تروح للماضي بحد ذاته ولكن انت تصنع خط زمني ينشق من الخط الزمن الاساسي تخيل معي انا راكان اللي موجود الان قدامك رجعت للماضي قبل سنة انا ما ارجع للماضي حق راكان اللي موجود قدامك ولكن انا اصنع خط زمني موازي لراكان اللي موجود قدامك فهذه فكرة الخطوط الزمنية بعالم مارفل لما يرجعون للماضي هم ما يرجعون لنفس الماضي مو على نفس الخط هم يرجعون لنفس الماضي ولكن هذا الماضي ما رح يكمل بنفس الخط رح ينشق ويصير خط زمني جديد فلو تذكرون في مسلسل لوكي التايم كيبرز كانوا يشوفون الأشخاص اللي يتلاعبون بالخطوط السمنية ويحاولون أنهم يصيدونهم ففي المشهد الأول مشهد الكريدت سين الأول شفنا كم هائل من شخصيات الكانغز ملايين الكانغز وفعلا فيه أشكال متعددة سواء أشكال بشرية أو حتى أشكال فضائية ولكن اللي شد انتباهي أنه فيه ثلاث شخصيات كانغز تقدر تقولهم القادة من بينهم الشخصية الفرعونية فكل هذولا كل هذولا الكانغز عندهم القدرة على تدمير الخطوط الزمنية تدمير الأكوان فكم هائل من الأكوان ممكن يدمر على يد هؤلاء الكانغز حتى لو تلاحظون أنه في نفس الفيلم لما أنت مان قال أنه أنا من الأفنجرز كانغ رد عليه قال هل أنا قتلتك من قبل؟ معناته كانغ هذا عايش خطوط زمنية كثير وشاف أفنجرز وأبطال خارقين كثير فالميد كريدت سين يوضح لي الكمة الهائل من الأشكال الخاصة بشخصية كانغ هذا الخطر الجديد أكيد ما رح يستخدمون كل هذه الملايين من الكانغز ممكن يركزون على ثلاث شخصيات أو ممكن يكونون أكثر من ثلاث شخصيات مثل ما شفنا بالمشهد الأخير مشهد لوكي فالمشهد الثاني كان فيه لوكي وأنا أعتقد أن المشهد الثاني مأخوذ من الجزء الثاني لمسلسل لوكي كان فيه لوكي يسمع أو يشوف واحد من الكانغز اللي يتكلمون عن الزمن ويستعرض آلة ممكن تكون آلة السفر عبر الزمن ولازم نعرف أنه كانغ شخص قادر أنه يتلاعب بالكلام فممكن هذا الكانغ قاعد يتلاعب بالكلام يبيلعب على البشر اللي موجودين قدامه فلو اعتبرنا أنه هذا الكانغ مختلف فالآن عندنا أربع نسخ من شخصية كانغ اللي ما حبيته صراحة هي نهاية شخصية كانغ اللي في فيلم أنت مان عن دواسب كونتومينيا ما دري ليش حسيت أنه النهاية كانت أسرع من اللازم حسيت أنه النهاية ممكن تكون أفضل من كده بكثير حسيت أنه النهاية ما توازي انتظار سنتين نعم أخذ وقته في الفيلم كانغ تكلم عن نفسه عبر عن نفسه عبر عن ذاته ولكن النهاية نحن جيش نمل يحزم واحد المفروض يكون قوي جدا لدرجة أنه قادر على تدمير خطوط زمنية حسيتها شيزي شوي صراحة ولكن زي ما قلت الفيلم مو أفضل شيء نفس الوقت مو أسوأ شيء على الأقل بداية جادة أنهم يقدمون لي شر جديد في هذا العالم بداية خليني أعطي عالم مارفل السينمائي فرصة جديدة عموما يا جماعة هذا الفيديو أو هذه المراجعة راح تنزل اليوم الاثنين أنا ليتني قلت هذا الكلام بالبداية بس عموما هذه المراجعة راح تنزل اليوم الاثنين أنا الآن مسافر غالبا بكون بالطيارة صراحة مسافر بإجازة إلى لندن فتعالوا سناب نسولف مع بعض تشوفون التغطية لمدينة لندن لندن ترد الروح من بعد نظرة فما فيه مراجعة للحلقة الكم؟ حلقة الخامسة أو السادسة؟ توقع الحلقة السادسة أي الحلقة السادسة من ذلاستفاس ما فيه مراجعة لأني مسافر حياكم الله سنابي تويتر تنورون تيك توك كيفكم؟ حياكم الله بكل منصات أتشار فيكم جميعا أعطيكم العافية على المتابعة لاعك في حال أجبكم هذا الوقت اشتركوا بالقناة على الوقت اشتركين في الجرس البيهات ويشتركين في التابعوني منصات ويصلوا الاجتماعي اللي ذكرتها قبل شوي كما معكم راكان أشوفكم الوقت على الجاي سلام